هذا وتحظى المسيرة الديمقراطية المستمرة في مملكة البحرين بعناية ورعاية خاصة من لدن جلالة المالك المعظم في ترسيخ دعائم المسيرة الديمقراطية الوطنية وتطوير منظومة القوانين والتشريعات نعم هذا الدعم الملكي المتواصل ترك أثره البالغ في تشكيل نقلة نوعية للعمل الديمقراطي في مملكة البحرين من خلال تبني المبادئ الرفيعة والمعززة لغاية دولة القانون والمؤسسات وبناء أسس دستورية عصرية حضارية متطلعا معكم إلى مرحلة جديدة من العمل الجاد والمثمر ضمن مسيرة النهضة المباركة التي بدأها الأباء نحو وطن المحبة والحرية والرخاء وفي سياق استمرارية دستورية منتظمة تعمل على ترسيخ تقاليدنا الرصينة التي تتميز بها تجربتنا الوطنية الجديرة بالمستوى الحضاري الرفيع لأهل البحرين الكرام هي مسيرة متواصلة خطها الآباء الكرام وشكل ملامحها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في صون وتطوير العمل الديمقراطي فاستطاعت مملكة البحرين منذ انطلاقة المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد المعظم وبإقرار ميثاق العمل الوطني عام 2001 بموافقة 98.4% من المواطنين في استفتاء تاريخي استطاعت أن ترسخ الأطر المؤسسية والتشريعية للعمل الديمقراطي وتبني المبادئ الرفيعة المعززة لدولة القانون والمؤسسات وبناء أسس دستورية عصرية وحضارية فلطالما أكد جلالة الملك المعظم في خطاباته السامية اعتزاز جلالته بنجاح السلطة التشريعية ضمن ما تمتلكه من صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة وفي إطار التعاون المثمر والبناء مع السلطة التنفيذية لدفع عجلة التطوير المدروس في المجالات كافة دون توقف وبما يتناسب مع خصوصية ومتطلبات العمل الوطني لكل مرحلة ضمن مسيرة النهضة المباركة لمملكة البحرين واضعين تقدمنا الحضاري نصب عيوننا تحت لواء دولة المؤسسات والقانون مع خارص التمنيات لدور عقاد موفق يواصل بالبناء على المنجزات والمكاسب الوطنية التي ما كان لها أن تتحقق إلا بتوفيق من الله ومن ثم اجتهادكم في خدمة الوطن الغالي كل من موقع مسؤوليته وهي نتائج تدعونا للفخر بكم وبجميع أهل البحرين الأعزاء استدامة المسيرة الديمقراطية التي أرسى دعائمها جلالة الملك المعظم أوجدت القاعدة الحيوية للتقدم والازدهار المتواصل لمملكة البحرين ومكنتها من مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات والاستثمار في فرص النجاح الواعدة فدستور مملكة البحرين رسخ أهم ركائز الديمقراطية على مستوى الحريات وحقوق الإنسان وتأسيس دولة المؤسسات والقانون وسهم ذلك في مواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة وكذلك تحقيق تطلعات رؤى مملكة البحرين بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر